ما يحدث هنا هو طرد للانقلاب وأدواته الإعلامية من قبل إدارة مؤتمر ومهرجان الإذاعة والتلفزيون للدول العربية المقام في تونس بحسب مصادر إعلامية فإن إقفال جناح قانة المسيرة التابعة لميليشيا الحوثي وطرد ممثلي القناة جاء إثر طلب من قبل وزارة الإعلام اليمنية وبعض الأعضاء العرب المشاركين في المهرجان المصادر ذاتها تحدثت عن اعتراض المشاركين في فعاليات المهرجان على سعي قناة المسيرة تنظيم معرض ترويجيا للانقلاب على الشرعية في اليمن وهو ما أدى بإدارة المهرجان إلى طردهم بعد أعطائهم مهلة ساعة للمغادرة نحن سطعنا بتعاون مع الأشقائنا من دول مجلس تعاون خليقي إلى إخراج هذه القناة المشبوهة التي دخلت في محفل عربي لا يقبل للانقلابيين ونحن صعدنا اليوم نحن نمثل الشرعية في المهرجان العربي الثامن عشر لدعو التلفزيون منذ افتتاحها سعت المسيرة إلى توجيه خطاب طائفي يهدف إلى تكريس التعصب والانقسام المجتمع لتتحول منذ إعلان الانقلاب في الواحد والعشرين من سبتمبر 2014 إلى أداة للتحشيد والتعبية الحربية ضد اليمنيين ومنبرا للتبرير لجرائم وانتهاكات حقوق الإنسان لتبقى الأسئلة الهامة كيف حصلت القناة على دعوة للمشاركة في المهرجان وتحت أي لافتة تم السماح لها باختيار جناح لعرض بضاعتها اشتركوا في القناة